لسه الشباب صوت الجامعة وكل شابه وليه أحلام ومصر شايفانة وسمعة وكلنا بصين قدام هم الحياة والمستقبل ونور عيون مصر وروح واللي النهاردة بيحلاموا بس هيحققوا بكرة مح ومن المكان اللي احنا موجودين فيه ده من جامعة سهاج نحتافي اليوم بنمازج شابة متميزة ورائدة في مختلف المجالات السلام عليكم ورحمة الله سيادة الرئيس السادة الحضور من كل قلوبنا بنرحب بكم على أرض سهاج وسعداء جدا لوجودك معنا سيادة الرئيس تشريف حضرتك لنا النهاردة يوم تاريخي لمحافظة سهاج اسمي محمد عبداللطيف من كلية الطب البشري جامعة سهاج خلال دراستنا في الكلية احنا طلبة المجال الطب خصوصا بتواجهنا كثير من التحديات زي صعوبة التعلم بالطرق التقليدية تشريح الجسس والحيرانات وكمان التفاعلات الكيميائية الخطيرة وبناء على توجهات حضرة كيسات الرئيس ورؤية مصر 2030 ودعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار أنا وزميلي قدرنا نوصل للحل وده من خلال وحدة التكنولوجيا الطبية واللي فيها بنستخدم تقنيات الزكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز أننا ننشئ محتوى تعليمي تفاعلي يقدر يساعد الطلاب على توفير الوقت والجهد والموارد وكمان يقدر يوصلوا للمحتوى ده في أي وقت من أي مكان وعدد لا نهائي من المرات خطة التنفيذ كالآن تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة حوالي 500 ألف جنيه مصر تشمل الأجهزة تطبيقات السوفتوير والدعم الفني واللوجيستي وبدعم حضرة تكلينا سيادة الرئيس نقدر نعمم التجربة دي في كل الجامعات المصرية شكرا سيادة الرئيس بنرحب بيكم مرة تانية شرفتونا ونورتونا سيادة الرئيس السيادة الحضور شرفتونا ونورتونا على أرض سهاج أنا اسمي نادا حسن كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كانت بتواجهنا بعض المشاكل أثناء دراستنا في أجهزة الكشف عن الإشعاع إنها مش متوفرة في السوق المحلي بنستوردها من الخارج وبالتالي تكلفتها بتكون عالية وكمان صيانتها بتكون صعبة وهنا كان التحدي بالنسبة لك فطلبت كلية العلوم إننا نوظف العلم اللي تعلمنا ونوجد البديل والحمد لله قدرنا نصمم جهاز للكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية بتكلفة أجل 50% من المستخدم حاليا وكمان سهل الصيانة والتطوير وبالفعل يا سيادة الرئيس احنا طورناه وحملناه على ريبوت زاية الحركة عشان نقدر نوسع نطاق الكشف عن الإشعاع ونحمل عنصر البشري من خطر التعرض المباشر للإشعاع اللي بتوصل أضراره ببعض السرطانات اللي بتأدي للوفاء وبكده يا سيادة الرئيس ممكن نستخدم الكاشف والريبوت في كل الأماكن اللي بتتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة زي المستشفيات الجامعات هائة الطاقة الزرية محطات النووية وكمان أماكن الحفر والتعدين وبكده نكون جدرنا نساهم في استراتيجية حضرتك ورؤية مصر عشرين ثلاثين من خلال دعم الصناعة والابتكار وكمان تقليل الفاتورة الاسترادية للبلد بتوفير منتج محل الصن عالي الكفاءة وبسعر مخفض سيقدر يلبلنا احتياجات السوج المحلي وكمان سينافس في السوج العالمي نشكر حضرتك يا سيادة الرئيس والسيدة الحضور سيادة الرئيس سعداء جدا بوجود حضرتك في سواجة اليوم اسمي مناور السيد في كلية العلوم جامعة سواجة عندنا في مصر 7.5 مليون من الصوم وضعاف السم عشان احنا صوت كل اصم وهدفنا تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين اسسنا منصة تكلم لإشارة تجربية واللي من خلالها بنساعد في حل بعض المشكلات منها صعوبة التحصيل الدراسي للصوم وضعاف السم وعدم توفر المناهج التعليمية والبرمجة ومهارات سوء العمل بلغة الإشارة أونلاين وبناء علي الحل اللي بنقدمه ترجمة المناهج الدراسية والدستور وتدريب الصومة على مهارات سوء العمل والبرمجة وتدريب أولياء الأمور لتنمية مهارات أبنائهم وتدريب الموظفين بلغة الإشارة وكمان بنوفر خدمة الفيديو كول خطة التنفيذ في 2022 انشأنا النسخة التجربية للمنصة و2023 بنأمل ان نطلق المنصة بكافة خدمتها ودامج هنقدر نحققه غير بدعم السيادتك شكرا جدا سيدة ترويز أهلا بيك سيادة الرئيس وبكل الحضور الكرام نورت سهاج معاكم هاجر أحمد من كلية الزراعة بجامعة سهاج مصر في الأساس بلد زراعية ومن أهم التحديات اللي بتواجهنا وخصوصا في المزارع هو إهدار ألاف الأطنان سنويا من سمار الفاكهة للأسف بيتم التخلص منها بطريقة ضرة للبيئة كمان سيادتك أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن مرض السمنة لأطفال المدارس والذي من أسبابها تناول سناكس غير صحي وفي إطار رؤية مصر 20-30 أنا وزميلي فكرنا في المشكلة وجمعنا الحل نحن نعمل سناكس من شرايح الفاكهة المجففة الخالية من المادة الحافظة أو السكر الصناعي أنها تحقق أعلى استفادة وقيمة غزائية للطلاب أنها تحتوي على أكتر من 6 جرام ألياف و7 من 10 جرام بروتين و340 كيلو كالوري طاقة في 2021 بدأنا خطتنا التنفيذية وقدرنا نوصل لنموذج أولي من المنتج وده اللي شجعنا أن نحن نعمل شركة نشأة عشان نتطور في الإنتاج في 2022 أنتجنا نصف طن مجفف وبدعم سيادتك وتوجيهاتك المستمرة قدرنا نتواصل مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا يكون عندنا مصنع ننتج فيه من 50 ل60 طن مجفف شهريا ده هيفتح لنا فرص في التصدير في الأسواق الأوروبية وبكده نحقق عملة صعبة لبلدنا شكرا سيادت الرئيس السيد الرئيس بنرحب بحضرتك والضيف الكرام في محافظة سهاج اسمي أيمن مراد كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كانت بتواجهنا تحديات في بعض المجالات زي الصحة والزراعة والمياه والأثار فإحنا كما أعمل تطبيقات البلازمة بكلية علوم جامعة سهاج فكرنا أننا نواجه التحديات دي باستخدام البلازمة البلازمة هنا أحب أن نوح أن هي الحالة الرابعة للمادة وليست بلازمة دم حضرتك في مجال الصحة واجهنا مشكلة جروح مرض السكر وباستخدام البلازمة جدرنا أننا نصرع من معدل التقام الجروح دي بشكل كبير وآمن وفعال في مجال الزراعة استخدمنا البلازمة أننا بنعالج البذور الزراعية وبكده بنزود من معدل نموها وكمان إمكانية زراعتها في الأماكن الصحراوية بكفاءة إنتاجية عالية في مجال المياه البلازمة كتقنية وتكنولوجيا حديثة متواجدة بقوة في تنقية ومعالجة مياه الشرب وحاليا يا فندم بنفكر في معمل تطبيقات البلازمة أننا نستخدم البلازمة في حل مشكلة ملوحة المياه وتحليل المياه الملحة كمان البلازمة كانت موجودة وبقوة في مجال ترميم الأثار عن طريق أن هي بتقدر بكفاءة عالية نرمّم بيها القطع الأثارية النذرة سيادة الرئيس احنا بنحلم أننا ننتقل من المجال البحسي للتطبيق على أرض الواقع بدعم سيادتك المستمر سيادة الرئيس حابب أشكر حضرتك على دعمكم المستمر للبحث العلمي وتوجهاتكم بتطبيقه على أرض الواقع طبقا لرؤية سيادتكم لعام 2030 شكرا يا رئيس سيادة الرئيس أهلا وسهلا بحضرتك في محافظة سهاج حضرتات السيدة ضيوف الكرام نورتونا وشرفتونا اسمي سامويل جرجس كلية سيدلة جمعت 6 أكتوبر وأحد أبناء محافظة سهاج احنا مجموعة من الطلبة والخرجين لاحظنا أن المجتمع السهاجي عندنا بيواجه مجموعة مختلفة من التحديات أهمها تراكم المخلفات الزراعية عند المزارعين وكمان زيادة اهتمام الشباب بالأكل الصحي وخاصة بعد جائحة كورونا عشان كده ننفذنا فكرتنا أن نأخذ المخلفات الزراعية التي ممكن تعمل مشكلة بيئية كبيرة نستخدمها في زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه المشروم المحاري وده نسبة الدهون الذي فيه 1% فقط فممتاز كأكل صحي وكمان نعمل إعادة تدوير لمخلفات المشروم المحاري الزراعية كأعلاف حيوانية أو كأسمادة زراعية لأنها تحتوي على نسبة نيتروجين عالية سيادة الرئيس حضرتك نحن بدأنا في غرفة صغيرة 3 في 4 وقدرنا أنا وزميلي لأننا نتوسع وحاليا نشغالين في صوبة زراعية مساحتها 60 متر مربع بطاقة انتاجية نص طن شهريا نحن نستخدم أسلوب الزراعة العمودية وده بيتحلنا أن نطلع أكبر كمية إنتاج ممكنة من أقل مساحة وطبعا بعيدا عن أراضي الاستصلاح الزراعي الرأي بتاعنا الرأي بالرزاز يعني أقل كمية مية ممكنة بالمقارنة مع المصادر البروتينية الثانية الحمد لله قدرنا نوفر قطعة أرض مساحيتها خمسة فدان وتواصلنا مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا في إنشاء مزرعة محاري متكاملة ملحق بيها مصنع لمنتجات المحاري زي البنية والبورجر لأنهم اطلبوا كتير جدا مننا في السوق وده هيتحلنا أن نعمل شراكات مختلفة مع وزارات زي وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة في النهاية سيادة الرئيس حضرتك نورتنا في سهاج نورتونا وشرفتونا كلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة